مرحبا مجددا نحييكم بجسء تاني من رحلتنا بجران كاناريا وتحديدا كنا ببيكوبانداما بالفيديو الاول شفتوا التل المرتفع اللي قفنا فيها بطريقنا اللي عم نكمل فيها زي ما اذكرنا لنقطة تانية عالية ولرحلة منظمة من احدى الشركات القائمة بجران كاناريا استكملنا المعلومات اللي ذكرناها بداية وهون سألنا الدليل السياحي عن سبب تسمية الجزر بالكناري الدليل القايد عطانا عدة اسباب عدة اجابات احدا واشهرا انه سكان الجزيرة كانوا بياكلوا الكلاب فسموهم يعني بالانجليزي او باللاتينية كان كاريز فهذا احد الاسباب اللي اه اللي اشتقت منه اسم الكاناريز وكانوا السكان عادة قبائل موزعين بين جران كاناريا وتنريفة زي ما اذكرنا من الفين سنة اه اه مقهولة بالسكان الجزر واهل السكان الاصليين هنه مزيج من سكان شمال افريقيا ومن البربر اه تعرفوا يعني زي ما اذكرنا قبل في شي جاي من صوب المغرب اه صوب موريتانيا اه بهالجزيرة عانشو كانت تسمى كاناريا متل ما قلناه وسبب تسمية جران كاناريا بتعود انه السكان الاصليين كانوا ضخمين جثتهم ضخمة وبنصعب هزيمتهم فالغزات اللي غزوا الجزر بداية الغزات اللي اجوا من البرتغال من ايطاليا وتحديدا من منطقة جانوا في ايطاليا والاسبان كلهم يعني حاولوا عدة مرات يعني يعملوا الاتاك على الجزيرة وكانوا يفشلوا والسبب كان زي ما انه ضخامة اجسام اهل الجزيرة السكان الاصليين بشكل عام كانوا يدخوا عليهم غريت ووريورز غريت ووريورز المحاربين العظمة من هنا كذلك اشتقت الكلمة يعني غريت تحولت لجران واخدت اسم جران كاناريا كتير قصص بتنذكر يعني طبعا سألناه اكتر من هيك فعلى هالقصص المعروفة مبدئيا ولو بدنا نفوت بالقصص التاني المذكورة بالتاريخ راح تضيعكن ويمكن يعني تختلف المعلومات الضارة فهي هدول اشهر يعني الاسباب لتسميات زي ما انه الجزيرة بغران كاناريا على اليمين هون بتصويرنا اه شايفين السنتر سنتر مدينة مدينة سنتر بريكيدا اه فيها كتير من شجر النخل المزروفية اه على الجزيرة بشكل عام في عنا حوالي 80 الف شجرة نخيل بعضها من النخل المثمر وبعضها النخيل العالي اللي ما بيحمل ثمر بس كذلك النوع المثمر التمر اللي بيحمله هو تمر من النوع الصغير لا يقارن ابدا بالتمر اللي موجود بالجزيرة العربية او التمر المعروف مناطقنا بشكل عام التمر هناك اه لونه اصفر صغير ومش كتير حلو يعني طعمه بتختلف طبعا الاشجار اللي موجودة بالجزر عن اشجار افريقيا هي شبيهة اكتر زي ما قالنا بالاشجار النخيل الموجودة بمنطقة البحر المتوسط او حتى بامريكا بكاليفورنيا فلوريدا بالمحيط الهندي اه ما انلي فيش اشجار كتير قريبة من اشجار اللي يشوفها فعليا بكاليفورنيا طويلة جدا للنخل الطويل والنخل اللي شايفينه هيدا الاصير العادي اللي هو بيحمل زي ما قالنا الثمر الاصفر الصغير ما بتم باع الثمر بالسوق عندهم مكثرة لانه زي ما قالنا النوعية صغيرة ومش كتير محبوبة اه البعض يعني بعض الناس بتقطف من الشجر اه مباشرة اه الشغلة ثانية بيصنعه منها من النخيل بالجزر هي صناعة السيروب او الشراب النخيل شبيه بالشرب المابل مسلا اللي بكندا اه بيتم غالية المواد المستخرجة من الشجر وهو الارجح اللي فهمناه من الشرح انه هو بيستخرجه متل مدة البالميتو اللي هي بتستخرج من ضلع الاشجار النخيل البالميتو معروف بكثرة بالارجنتين وبالبرازيل اه لذيس جدا يعني بيباع معلب يستخدم بالسلطة هو اللي بيتم غاليه وبيسموه هناك عسل النخيل يستخدم باطباق محلية وحلويات اه الاطباق المحلية خاصة يعني اه اطباق غريبة مع البتنجان المشوي بيستخدم الشراب هذا مع الجبن المشوي اه الشراب سائل مريء جدا منه بلزوجة العسل يعني وتمنه غالي نسبيا اه متواجد بالاسواق او بالسوفر ماركت شفنا منه بالاستراحات اللي قفنا فيها او بالخشف او بالخشف محطتنا التالية اللي وصلنا له ونحن بالرحلة بمحيط روك نوبلو موجودين حاليا ببارك رورال دل نوبلو وتحديدا عند الميرادور او المطال الميرادور يعني المطال بالاسباني ميرادور دل بيكو دي لوس بوزوس دي لاس نييفز وبنظرنا لجهة الغرب منشوف الصخرة البعيدة اللي هي روك نوبلو معناها الصخرة بين الغيوم عادة الغيوم بتجي من جهة الشمال باتجاه الجنوب لذلك نرى شمال جزيرة خضرة لان رطوبة فيها نسبيا ثابتة معادة الرطوبة ثابتة خلال السنة وعادة الجنوب منطقة مناخة يعني جاف نسبيا بخلاف الشمال كيف هم؟ ذلك هم نسبيا تقوير الكوارف الشمال اللي هي ذلكقبية لذلك الوازنة التعالية لذلك تحديدا ايضاً لذلك المحلات الجنوب الخاصة في میراه الجنوب الكوارف الشمال الرمال به研ぎون الكوارف الشمال الرمال به وجه العرارة كذلك؟ كذلك؟ في المدينة، يعمل مدينة في المدينة كما يمكنك التواصل من المدينة لكي على المدينة، مانشستر هو مدينة لذلك، في الدين هو الهولى ama سنوات كبير كذلك، حتى قد حتى كانت كبير مرحلة ومعه لكي يدعون مدينة في السنوات، بعض الهواء يومياً كانت المدينة فالنوات يريد نميز من هالمنطقة اللي شايفينا من الشمال عادة بتجي الغيوم بتجي على شكل كأن شلال متحرك من الغيوم لذلك اسمها زي ما قالنا روك نوبلو او الصخرة بين الغيوم راح نشوف كذلك بالباكة على الصورة يعني يمبين من بعيد اللي هو مونت تيدي مونت تيدي اللي هو تالت اعلى قمة بركانية بالعالم ومونت تيدي فعليا على جزيرة تنريفة مش على الجزيرة هادي جران كناريا بس لما يكون الجو صافي وما في زي غيوم او اللي هي الشبورة او الغطيطة بيبين الجبل مونت تيدي ما بحزن بيين عليكم مظبوط وظاهر باكة اخر شي بالتصوير بالصورة فاذا هو يقلنا مونت تيدي على تنريفة بيبلغ علو الجبل 3718 متر في وساط البحر بينما بقياس من قاع المحيط بيبلغ 7500 متر جنب الروك نوبلو اللي شايفينا البعيدة في جنبه صخرة شبيهة بالضفطة اسمها روك فروك وفعليا هي على شكل ضفطة لما نتضايق بشكله هون التصوير بعيد من بينه فعليا بس نحن بالعين مجردين بيين كان فعلا شكله زي ضفطة ومن هالصوب اللي متجهين عنده هون مفروض يبين علينا جنوب الجزيرة الجنوب الجزيرة المشهورة بالكثبان الرملية او ديونز ديونزوف لاس بالوماس عادة لما ما يكون في الغبار هادا اللي شايفينه بتبين الصحرة البوجودة بجنوب الجزيرة بس حاليا اليوم كانت رؤية مش واضحة جدا بسبب الغبار الصحراوي اللي شايفينه من نفس المكان هون احنا يعني نعتبر فين على اعلى صخرة بالجزيرة اشتركوا في القناة 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 المطلات اللي كاشفة جزء كبير ورائع من الجزيرة متل ما شايفين قدام هنا. ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر